شهدت الطاحية الجنوبية لبيروت وجنوب البلاد موجة جديدة من تفجيرات استهدفت أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله وقال مصدر أمني أن أجهزة الاتصالات التي انفجرت في لبنان اليوم هي أجهزة لاسلكية محمولة ومختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت الثلاثاء كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية بوقوع انفجار واحد على الأقل في مكان بالقرب من جنازة نظمها حزب الله لقتل الثلاثاء الذين سقطوا في تفجير آلاف من أجهزة البيجر في مناطق مختلفة من البلاد